اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي نفس اللحظة بصير لك يعني معرفة اكثر في علم الفلك الآن قبل ما ندخل نحكي توقعات اسبوعية بفضل انك انت تسمع برجك وطالعك وتهتم بدمج ما بينهم عساس انك انت تعرف التوقعات بشكل اكبر وتكون تناسبك انت كشخص بشكل اكبر الآن فيه اشخاص رح يجوا يقولوا لك انا ما بعرف طالعي فيه في صندوق الوصف رابطين بدلوك كيف انت تستخرج طالعك وموقع كيف تستخرج منه طالعك فرح تستفيد من هذا الموضوع بشكل كبير اذا دمجت بين التوقعات فانت بتصير تعرف كيف تركب توقعاتك على بعض اللي بتناسبك بدون ما ترجع لأي فلكي وبدون ما تستفسر عن هذا الموضوع لحالك بصير تعرف الموضوع خلينا نروح بالبداية على حركة الكواكب اهم التأثيرات اللي بتأثر عليكم بالفترة هاي هي وجود الشمس في البيت الثامن لالكم وعطارد اللي بيتراجع في البيت الثامن فهذا بحدث بعض البلبلة او المشاكل اللي لها علاقة في الاموال المشتركة فهيك بصير واحد بيدعمك وواحد بيخرب عليك فبتلاقي فيه امور بتظهر لها علاقة في البنوك الحلاقة في الضريبة الحلاقة في التأمين بتدعمك بشكل كبير ممكن بمطالبات لديون اليك او التزامات لليك ولكن بالمقابل عطارد بعركس هاي الامور بسويها صعبة يا اما بتتأخر يا اما بتتأجل يا اما العموة عملة مش كاملة يا اما العميل بتهرب منك يا اما يا اما يا اما فبتلاقي الضغوط صارت كثيرة على كل شيء له علاقة بالاموال المشتركة الان المسألة الثانية اللي هي مسألة الزهرة بما انه الزهرة بتتراجع في بيتك السابع ولغاية يوم السبت تأثيرات سلبية فعشان هيك لكل الاحداث اللي كانت وسببت مشاكل ما بينكم وبين شركائكم في المال او بالعاطفة بتبلش تختفي وبصير في حظ عالي فيها لدرجة انه بصير تقارب على مسائل الشراكة او مصالحات للشراكة او امور الها علاقة في دعم علاقة عاطفية لتطويرها لمسألة الشراكة طبعا بعد يوم السبت هذا الحكي كله شراكة مالية وشراكة عاطفية يعني اشي بتعلق في امور الزوج والزوجة وتطوير علاقة لمرتبة الارتباط او الزواج المسألة الثانية اللي هو البيت الثاني لايلك يعني بيت المال لايلك شو سبب الضغط المالي او الكركب المالي اللي صارت حواليك واللغوطات والمصاريف وانه انت مذايق ومخنوق وهي الامور كلها الها اسباب الاسباب انه كل الكواكب الكبيرة يعني زي المشتري اللي كان من المفروض يعطيك حظ ولكنه بتراجع وبلوتو اللي موجود برضو بيتراجع واثنين يعني عاملين زاوية اقتران مع بعض خلال هذا الاسبوع رح يكون اوجها فهذا الاشي بيأثر على وضعك المالي وعلى مصاريفك وعلى التزاماتك وعلى دفعاتك وعلى الصعوبة على الحصول على بعض الاموال واذا حصلت عليها بصير سهولة انها اطير هاي الاموال كمصاريف والتزامات ومطالبات اما بالنسبة للموضوع الثاني اللي هو موضوع بيتك الرابع وبيتك الخامس بسبب وجود المريخ ونبتن المريخ اللي بدي ينتقل لبيتك الخامس وفي المقابل عندك انت نبتن اللي بتراجع فهذولا بيسببوا مشاكل على مستوى البيت وعلى مستوى العاطفي فالاسبوع هذا بدك تحذر من اي مشاكل لها علاقة في البيت او مع افراد البيت او مشاكل عقارية او اعطال او امور لها علاقة بالوسواس على افراد العائلة هاي كلها بدك تنتبه لها وبالمقابل برضو بدك تنتبه من المشاكل العاطفية او مشاكلك مع الحبيب او الشكوك فيه او انك تشك انه ما بيحبكش والامور هاي او خيانة او هاد الامور بدك تنتبه لها بشكل كبير لانه هذا الاسبوع راح يكون مسألة البيت ومسألة العاطفة هن اكثر شغلتين راحات يارقنك وريحات يعمل ان عندك نوع من انواع التوتر خلينا نروح على التوقعات الاسبوعية من مساء يوم الخميس وحتى مساء يوم السبت القمر بيكون موجود بالعذرة فبهاي الفترة يعني بصير في عنكم قدرة للمحافظة على سمعتكم وانجازاتكم القائمة في مجال العمل بتكون الفترة هاي مناسبة للي بيبحث عن عمل اهم اشي انك ما تجازف بسمعتك او حتى باستقرار وظيفتك اتجنب التصرف الارتجالي ركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لاخر ونظم اعمالك عشان تنجزها بالكامل من مساء يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير في الميزان فعشان هيك بتنشطوا اجتماعيا وتساعدوا في لقاء الاصدقاء وتعاونهم معكم منكم ممكن يطلقى دعوة لحضور حفلة او مناسبة سعيدة بادر الى ملاقات الاخرين في منتصف الطريق ممكن يطمع ان بالك ممكن تجد حليف بدعم تصوراتك اهم اشي انك ما تستسلم بل كرر المحاولة من مساء يوم الاثنين وحتى فجر يوم الخميس هنا القمر بصير موجود بالعقرب يعني في بيت متعبك فعشان هيك بتجتازوا فترة بصورة عامة غير مريحة صحيا ونفسيا رغم عدم موجود اي مخاطر انجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري واخلدوا للراحة حاذر من بعض المحتالين وخيبات الامل الحضوذ فيها بتكون قليلة فما تجازف يعني بانتظرك نوع من انواع التأخير وفوضى ومن المستحسن عدم الارتباط بمواعيد مهمة من فجر يوم الخميس وحتى صباح يوم السبت القمر بصير موجود بالقوس فعشان هيك ثقتكم بانفسكم بتصير كبيرة وبيعمكم النشاط اهمش انكم تبادروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية هاي الفترة بتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية للامور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق من خلالها يعني نجاح باهر بالفترة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد ان 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 ا